البشرة اختناشفة البشرة مترهلة عندك القشور في البشرة عندك الترهولات البشرة فيها تصبغات كثيرة لون دياله غير موحد بغيتي نظارة في البشرة اليوم جيت لك السر اللي غيهنيك من التجاعد البشرة احتى لو كانت عندك فيها تجاعد كثيرة او لا عندك فيها البقع والتصبغات هاد الوصفة كتعطي واحد نظارة وكتعطي واحد تفتيح يعني سريع البشرة وغريد تشد لك البشرة ديالك يعني واحد تشد لخطير هاد الوصفة هدي ديال القوغجات صدقون يا البنات اللي جربتوها عراها بعدها غتشوفي واحد نظارة في البشرة ديالك يعني لك انت البشرة ديالك بيهتها ما فياش دي كلمعة هاد الوصفة زوينة بزاف غنية بالفيتامينات وصفة ليساهلة والقوغجات موجودة علش ما ديروش هاد الماسكة لبنات ماسك سريع وساهل وغتحضره في خمسة ديالتقائق هدي ندوزو ده بتشوفوا معي الوصفة الطريقة ديال التحضير وتبعوا معي الافيديو هاد الكريم اللي غنشارك معاكم كريم انا نتأكد رجعوا شكروني عليه في التعليقات هاد ندوزو على بركة الله لكني ما تنسوليش هزوينة ديالي واحد لايك للفيديو خليلي الاشتراك في حالكم لو بغيتوشي وصفة مرحبا خليليلي اسفل فيديو في التعليقات هاد ندوزو على بركة الله يفما كتشوفوا معي عندنا اول مكون اللي هو الكورجات اولا الكوسة بمسبة الكورجات اخدو الكورجات تكون طريية تكون مازال جديدة تكون يلا الله يعني محيدة من ذك الشجرة ديالا اه غادي ناخدو الكورجات غادي نغسلوها طبيعي الحال وغان نحكوها في حكاكة ما تشكل هذا يعني اما غات تحكوها ولا تقطعوها يعني اللي جاكم ساهل انا فضلت هاد طريقة هادي غادي ندروها في واحد الكاسرونة بهات الشكل هادا وغان نزيدو عليها الماء بالنسبة لكمياد الماء غير شوية ديال الماء اه وغادي نقصو عليها النار غادي نموهم نديرو النار في اللول تكون توسطة احساس بدي تتغلي وغان نقصو عليها ونخليوها عشرة ديال الدقايق يعني النار تكون مهيلة مليس تتغلي كالنقصوها تبلي مهيلة ونخليوها عشرة ديال الدقايق من بعد انا غنخليها هنا احساس توجد وغان رجع معاكم باش نكملو وتشوفو معايا التتيمة هنا من بعد ما ديك الكورجات كدوزو 11 دقايق هي ما يكطيبش يعني 100% غير منص طيبة اه دابا غادي اه تشوفو معايا يعني اه تتيمة ديال التحضير عدنا ناخدو الميكسور او الخلاط الكهربائي اللي متوفر ليكم غادي نطحنو هاد هاد الكورجات بهذا الشكل هادا حتى يعني نطحنوها مزيان كيف ما غادي تشوفو معايا من بعد ما غا تشوفو معايا مزيان غادي نصفيوها غادي نصفيوها وغادي ناخدو غيدا كل ما ديالها بالنسبة لهاد الكورجات اللي خاتكم تعارفو ان فيها فوائد كتيرة وكتيرة اول حاجة هترتبلك اخسير بشرة تيالك غا تغديها هتلقى واحد نضارة واحد نعومة كتقلل من الشيخوخة المبكرة من التجاعيد من ذلك الخطوط اللي كيكونوا رقاقين في البشرة من البقع الداكنة وقال اسميرار مهم وصفة من اروع الوصفات هالي ديال الكورجات يعني وصفة اللي انا صراحة كتجبني بزاف من بعد ما صفينا هاليك الكورجات اللي طيبنا غادي نزيدو عليها معلاقة كبيرة ديال النشاة كيف ما كتشوفو معايا اولا دقيق الدورة كناخدو معلاقة كبيرة عامرة غادي نزيدو عليها شوية دلماء مهم غادي نضيف هاد لالنشاةives نضيفه على ارتكkraft هاداك الخريط اللي عندي كيف ما عادي تشوفوا معايا ونخلط مزيان وغانديرو على النار هنخليه حتى يولي على شكل كريم يعني مع التحريك المستمرة البنات ضروري كتبقوا تحركو حتى يولي على شكل كريم ماك ياخدش حتى ثلاثة دقايق يعني ماكسيمو يكون واجد ومن بعد غرجع معاكم باش نكملوا ان شاء الله تشوفوا معايا التاتيمة دي للوصفة هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما وجدات معايا الوصفة ومن بعد ما تبرد لنا الوصفة حاد نضيفوا لي هالمكونات اللي غتشوفوا معايا مهمتو ماخلي واحدة تبرد انا هنا ونكمل معاكم يعني تصوير هنا غنضيفوا قطرات من الحامض او الليمون اللي انو كيفتح لنا البشرة تي يقضي على لك الاسميرار وعلى التصبغات الحامض غني بلا فيتامين سي زوين بزاف للبشرة سوف نحركو مزيان هاد الخالات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد غادي ندوزوا تشوفوا معايا غنزيدوا هاد الجيل السبار او الجيل الويفيرا غنزيدوا معي القصغيرة وممكن نزيدوا زيت اللوز الحلو الى متوفر ليكم زوين بزاف بالنسبة الجيل السبار ممكن تطيفوا وممكن تستغنوا عليه مش ضروري ممكن تعاوضوه بزيت اللوز مثلا ونخلطو الكريم ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا هادا كريم رائع البنات فالترطيب يعني يعطيك واحد ترطيب عميق للبشرة تيغدي لك البشرة ديالك لانه في بزاف ديال الفيتامينات وتيبيض البشرة وكيشد البشرة كذلك سوف نخلطوه مزيان هنا بعد ما خلطت الكريم كيف ما كتشوفو معايا كيجيب هاد الشكل بنسبة القوام تيلو من اللي كيبرد را كيزيد اتقال شوية ما تكتروش ننشا لانا لا كترسو ننشا غايجي تقيل ومن اللي غايبرد غايتقال كتر وبالتالي غاديخسر ما غايجيش مزيان صافي وكنحتافظو به في واحد في اي حاجة كنحتافظوه في تلاجة كدروا في اي حاجة غير شي حاجة تكون ديال الزاج من احسن صافي وكتخليوه كيبقى مدة اسبوع يعني كتبقي كتعملي كل نهار للبشرة ديالك تدهني على البشرة ديالك اللي كتكون يغاسلها من قبل بروري كتغسل البشرة ديالك وكتنشفي وعاد تتطبقي عليها هاد الكريم من احسن ديروه بالليل وخليوه تقريبا هاكا نصاعد المقانة وغسلوه را هزوين بزاف عرصو البشرة كيفاش كتولي يعني كعطا واحنا دارة اللي زوينة وضغياء كتنتصو البشرة يعني كتشربوه انتو ماكي كتشوفوه معايا عراهم اللي كتدهنوه عراهم ماكي بانش كاع صافي كواليا بحلا ديرين شي زيت ماكتشوفوه معايا صافي كتدهنو وعودو عود تاني تدهنو مرة تانية وثالثة اكا باش ديرو واحد الطبقة اللي مزيانة من هاد الكريم صافي كتخليوه نص ساعة وكتغسل البشرة ديالكم وكتديرو ذاك الكريم ديالكم اللي كتديروه في الليل مهم هاد الوصفة على كتر الطب غير ذاب البرد ضروري راكم عارفين يعني كيكون عندنا كريم مرطيب تنديروه في الليل وهادي الوصفة كيفما كتشوفوه معايا زوينة بزاف كتعطي واحد النظارة اللي زوينة صراحة وهدا من بين يعني الكريمات اللي انا تيعجبوني صراحة ولي يعني تنبغين ديرهم هاكا من اللي كيكون هاد الوقت ديال الكورجة المهم هدا الزيت اللوز الحلو يعني ممكن حتى هو نرطبو به حتى هو زوين وهادي الوصفة كيفما كتشوفو معايا نتمنى ان شاء الله تنال اعجب لكم وتجربوها وخليولي رأي ديالكم زوينة ديالي في الكومنتر ولهنا لكم صالة نهاية الفيديو ولعندكم شي سؤال شي وصفة خليولي اسهل الفيديو في التعليقات وما تنسوش خليولي لايك الفيديو شكرا لكم بزاف بزاف وفي امان الله شكرا لكم